في ذكرى مولد النورين الصادقين أقام قسم الأرشاد النفسي والتوجيه التربوي في جامعة العميد احتفالية نوعية تضمنت مجموعة من الانشطة والفعاليات من بينها مسرحية قدمتها جمعية كشافة الكفيل التابعة لقسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة نبارك اليوم في هذا المحفل الكبير للأمة الإسلامية جمعها ولمراجعنا العظام هذا المولد النبوي الشريف حقيقة أن الحديث عن هذا اليوم لا يمكن أن يحصل في كلمات معدودات لأننا نتحدث عن منقذ البشرية لأننا نتحدث عن من أنقذ العالم أجمع عن من بث الحياة عن من أعطى أديما لهذه الدنيا بحنين بعاطفة بوصول إلى الله هذا الذي نسميه اليوم نبي الرحمة هو نبي لجميع الناس نبي لجميع الموجودين على هذه الكرة الأرضية وغيرها ممن شاءت أن تصر رحمته إليه حقيقة أن اليوم لا بد لنا جميعا المسلمون وغير المسلمين من أن نفرح ونبتسم لأن الله قد بعث هذا النبي إلينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور نهني العالم الإسلامي أجمع بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وحفيده الإمام جعفر صادق عليه السلام في 17 ربيع الأول هذه المناسبة اعتادت جامعة العميد أن تحيي هذه الولادة المباركة ضمن نشاطات الدوبة المستمرة في أحياء مناسبات أهل البيت أفراح وأحزان أهل البيت عليهم السلام يحتفل المسلمون في كل عام بهذه الولادة الميمونة بطرق متنوعة ومتعددة منها قصائد شعرية وأناشيد ولائية صدحت بمدح النبي محمد صلى الله عليه وآله تتخلى لها أجواء من السكينة والسلام باحتفالية بهيجة حضرها وفد كريم من العتبة العباسية وحضور أساتذة وعمادات الكليات ورئاسة الجامعة الموقرة وجميع أساتذة وموظفي الجامعة وكلياتها بمختلفة والقيت فيها العديد من القصائد التي تتغنى بحب الرسول والكلمات وكان الحفل بهيجا وإحياءا لذكر أهل البيت عليهم السلام وتبقى ذكرى الميلاد الميمون لنبينا صلى الله عليه وآله نبغى سن يستضيء به المؤمنون في مشارق الأرض ومراربها